قال إنت مقلقتش بقى وإنت ستلت في حتة كوميدي وبعدين يعني أنا الحقيقة التوجه بتاع أستاذ طارق إنه ملقاش كمان مقاومة من إيه راكل دا كوميديان عاي تيجي تعمل الناس بتهزر وتقعد تقول إفات وكده إنت إيه القلق حجمه؟ أنا أكيد اترعبت طبعا من أسنان وفقت بسرعة قوي وزي ما أستاذ طارق بيقول أنا وفقت بسرعة قوي بعد ما وفقت ومشيت هو أستاذ طارق دولتي بيقول إن أنا حد عارف أنا مش عارف حاجة قوي مش عارف حاجة قلس أنا باخد القرار أه بس بروح بعد أنا إيه اللي أنا عملت في نفسي دا وبعدين هو أستاذ طارق برضو يعني أشكره والله في دا يعني شكرا على كلامك جدا 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 وشكرا على تقديمت حضراتك الأول قبل ما أقول أي حاجة بس عشان دا كلام كبير قوي علي يعني يا رب كون أده يعني على أده وفهو كان من أول الناس اللي طمنتني قوي 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 وكان يعرض الموضوع حتى عليها كأي مش كحاجة كبيرة يعني بيقول لي فيه موضوعه لطيف قوي فأنا شدني جدا الشخصية أه إلقت قوي فعلا من فكرة إنه هو مش كوميدي ودور محتاج شغله ومحتاج تركيزه بتاع بس الطارق كان مطمني قوي كان مطمني يمكن أكتر ما أنا ما كنت مطمني هو كان شايف حاجة اللي هو لأ أنت تمام وحتى في البروزيس كان دايما كنا على اتصال اللي هو طب أنا ألاقي إن ألاقي ما تلاقش هنخش نفتح يومين وإن شاء الله خيه فهو كان مطمئن جدا خلال المشروع كل الصراحة نبي ربنا يخليه يخلوه أول اللي أنت بتقوله يبتعمله ده والله لا فعلا فعلا وبرضو خلينا أضيف على التقديمة الخطيرة اللي حدريك قلتيها إن معايا ناس برضو مساعداني أيستوزة غدا عادل يعني كانت النفروض تبقى معنا يعني كان نفسي تبقى معنا إحنا عايزين نحي جميع الناس اللي في المسلسل الحقيقة طبعا طبعا وإنه يعني ظروفكم هنا بيصور هنا حاجة ده مش معناه أن إحنا مش يعني مدقين جدا أن إنتو مش معنا فأولهم غدا أصوزة غدا عادل طبعا اشترك الآن واحصل على 50% خاص مدى الحياة على اشتركات بريميم السنوية والشهرية استخدم الكود على watch.com